عند حراك إحصائية موثقة بعد عدد التكاتك في مصر وطبعا في مشكلة أن هي التكاتك مش مرخصة أنت العربيات المرخصة بيبقى لها ملاف معروف عددها ومعروف عمرها ومعروف كل التفاصيل المتعلقة بالسيارة سواء توبيس أو شاحنة أو سيارة خاصة أو سيارة أجرة لكن هذا التوك توك ملوش أي حتى سجلات في أي جهة من الجهات الحكومية فإذن أنت حتى الإحصائات غير دقيقة إنما فيه طب المتوفر عند حضرتك إحصائات تقديرية بأنه حوالي مليون توكتوب يزيد قليلا أو ينقص قليلا لكن هي الإحصائية قريبة من هذا الرقب لكن تتوقع حضرتك أنه ممكن يكون أكتر من كده ممكن ممكن يكون أكتر لأنه طبعا وجدت فترة أن الدولة منعت استراده لكن فيه نوع بقى بيتم بالتحايل وده حاصل وللأسف ده على أعين الجميع كله شايف بيتم الاستراد المكونات على أنها قطع غيار قطع غيار للي هو موجود حاليا أو التكاتك اللي موجودة في السوق وبيعاد تجمحها تاني وبيعاد طرحها في السوق بدون أي ضوابط لهم هنا خلينا أفكر بس الناس أنه تم حضر استراد التوكتوك نعم بقرار رسمي من الدولة سعيد بشير إليه أستاذ هاني أنه أحد أشكال التحايل بيتم استراد قطع غيار ويتم تجمحها داخل مصر بالضبط تجمحها وبالتالي بيتم طرحها في السوق الحقيقة أنا برضو يا أستاذ أحمد مش ما عنديش الأزمة مع الوسيلة أنا هي الأزمة موجودة في طريقة التعامل مع الوسيل يعني فيه شباب مصريين توصلوا لي يعني مركبة قريبة من التوكتوك وتجارب جيدة وتجارب كويسة وليه شكل حضاري يعني أنت برضو مجتمع ربما تكون فيه نسبة الفقرة عالية مجتمع نسبة أصحاب الدخول المنخفضة نسبة كبيرة فإنت ممكن توفره وسيلة تناسب دخله وتناسب وضعه وبتمن يعني يقدر عليه فدي برضو يعني فيه شباب توصل طيب أنا يعني ممكن أترجم هذا المنتج أو أطور هذا النموذج اللي توصل إليه الشباب وتبقى وسيلة حضارية وسيلة جيدة البعض الاقتصادي الملف ده لو قلنا متوسط مليون توكتوك ممكن نقول دلوقتي أنه فيه مثلا حوالي 3 مليون ممكن نكون رزقهم مرتبط بالوصيلة هذا المشكلة هو أصبح تعليبا 3 مليون شخص توكتوك أنت متشقدر تقرب له أنه مشكلة اجتماعية دلوقتي في ظل ارتفاع البطالة أو في ظل يعني لو كل توكتوك شغال عليه 2 أنت عندك 2 مليون فرصة عمل يعني بحسبة بسيطة جدا فأنت والاتنين دول ممكن يكون وراهم أسرتين ده بصرف النظر بقى أنه هو بيعول كام أو الكلام ده لكن فرص عمل مباشرة في إيدك أنت عندك 2 مليون فرصة عمل هتفقد الناس ديت وبالتالي ممكن يتوقف دخل أسر يعني المسألة هو ليه توقف دخلهم يتم تقنينها زي ما حضرتك قلت هي مسألة إدارة للملف لكن برضو خلينا ماشين بشكل كده التسلسلي أيو طب لو وجهنا نفسنا بالسؤال اللي هو المباشر أيو مين مسؤول عن التوكتوك في مصر كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين كل أجهزة الجمارك اللي استوردت وأجهزة الأمن اللي هي سمحت بالتشغيل وأجهزة المحليات اللي هي برضو شايفة ما بتسيطرش أو متخص يمتخدش إجراء كلنا يعني ده مسألة يعني ظاهرة سيد أحمد أصبحت ظاهرة مجتمعية كل المجتمع مسؤول أو كل مسؤول بنسبة عن إيه عن هذه الظاهرة ممكن نقول الحكومة لأنه إذا أنت هتقول المجتمع المجتمع إيه دوره يعني إيه مسؤولين كل المجتمع هل الحكومة دي جزء من المجتمع لا من أواخد بالي نصدي نحددها بشكل محدد طبعا نعلق المسؤولات بشكل مباشر بشكل أساسي على الحكومة طبعا بشكل أساسي الجمارك اللي هي لأن هي المفتاح في إيد الجمارك هو الجمارك برضو ما فيش حد قال ليه ده ممنوع في النهاية دي منتج جاي بتاخد عليه دخل إرادة فما تقدرش ما عندهش ما عندهش قانون بيعم فيجي حتى المستورد يقولك لا تمنعني ليه بإذن المسألة محتاجة تشريع محتاجة قانون محتاجة حد يعني حد يوقف يقول إيه الموضوع ده يعني أنت حضرتك برضو يعني في تقديري أن قرار للحذر الاستيراد هذا قرار لا يكشي طب هو كان ليه كان ليه القرار طالما تم الاستيراد طالما تم الاستيراد لأنه هو برضو يعني أنت بتعليق ده المشكلة بشكل فجائي بشكل جزئي ظهرت مشاكل أو حوادث حد جدا في هذه اللحظة قال لك طب إيه امنع استيراد التوكتو لكن أنت ما معالكتش القضية لازم أقف وشوف إيه هي القضية من أولها لاخيرها طيب طب أنا ممكن أعمل التوكتوك ده مواصفات شيك أعمله بقى ملف ملف في المرور وملف في ضريبي ومش عارفه تبقى الدنيا زي أوبر كده أنت حرك متحافظ على شكله طبعا متحافظ على شكله لأن أنا بشوف نمازك في دول دول تانية شكله حضاري شكله نضيف شكله منظم بغد النظر على الإدارة أنا بتكلم على شكل وسيلة طبعا شكل الوسيلة لازم يعني هذا جزء من المشكلة يعني أنت ترجمة نانسي قنقر